بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمعن ما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني وأقم الصلاة لذكني إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها والسبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتركوا عليها أتركوا عليها وأهشبها على غنمي ولي فيها مآلم أخرى قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى إلا بإلى فرعون إنه طرى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إن أوحينا إلى أمك ما يوحى أنا قذفيه في الثابوت فقذفيه في اليوم فليلقي اليوم بالساح ليأخنوا عدو لي وعدو له وألخيت عليك بحبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدركم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فلجيناك من الغم وبتناك فتونا وبتناك فتونا فنبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي وناتنيا في ذكري اذهبا إلى الفرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع الهدى إنا قد وحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون العولى قال علمها عند ربي في كتاب في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسنك لكم فيها سبلا وسنك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعابكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قعن أجيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس صبحا فتولى فلعون فجمع كيده ثم أثى قال لهم موسى وينكم لن تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحدكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحنهما وينهبا بضريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيبة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فضرنا والذي فضرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاضرب لهم طنيقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عذوكم ووعدناكم جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كنوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتنا وما أعجنك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا خومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضان أسفا قال يا قوم ألم يعلكم ربكم وعدا حسنا أفطان عليكم العهد أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السابري فأخرج لهم عجلا جسدا لهم خوار فقالوا هلا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم خونا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما بثنتم به وإن ربكم الرحمن فاسمعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضنوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يبلغم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبرت قبرة من أثر الرسول فنبلتها وكذلك سولت لي نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تخولنا مساس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليوم من أسفا إنما إذا نفم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من نعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ بالصور ونحشر المجنمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نسفا فيذرها خاعا صفصفا فيذرها خاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من نذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجود للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب بزنه علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيه ولم نجدنه عزما وإن قلنا للملائكة السنون آدم فسجنوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلن يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا ترمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أذلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورخ الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهنا قال اهفطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرم عن ذكري فإن له بعيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أذتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون ينشون في مساكنهم إن في ذلك نآيات لأنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجم مسمى قصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل بسبح وأطراف النهار لعنك ترمى ولا تمدن عليك إلى ما متعنا بك أزواجا منهم منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبل عليها لا نسألك رزقا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقمة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآياتهم من ربه أو لم تأتهم بينتما في الصحف الأولى ولو أنا أغلقناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى ترجمة نانسي قنقر